بساعة الخير أهلا بكم في حنة جديدة من شوية الفضل عداس الأسبوع اللي فات نتكلم فيها بس سريعة أبناء لا تنسوش لايك سبسكرايب على اليوتيوب وشير في كل حتة على السوشيال ميديا يلا بينا بينا ونبتدي مع غبار الاقتصاد وعلى سعار الفايدة في البنوك المركزية يوم الأربعة اللي فات كان اجتماع الفيدرالي الأمريكي اللي رفع الفايدة بربع في المية بس ودي أزغر نسبة من موضة فويلة من ساعة ما بتده يرفع الفايدة بشكل ميوني وتابعوا على طول مواظم البنوك المركزية في الخليج تاني يوم على طول الغرفة ميز كان الاجتماع بتاع البنك المركزي المصري ولكن عكس طوقات كتير جدا سبت الفايدة وهنا فيه تبسير وتساول التبسير وهو اللي عمله الفيدرالي الأمريكي أو اللي اللي عمله الفيدرالي الأمريكي وده مؤشر كويس أنه خلاص بمأن النسبة بتاعت الزيادة قلت فكده معناه أني بتدت السيطرة تضخم هتبتدي حركة التجارة تمشي الركود مش هتطول زي ما كانت الناس متوقعة الدنيا هتبتدي تمشي ده في نفس الوقت مع الأخبار بتاع أني الصين بتدت تفتح شوية والمصنط شغل فيها الصين كان بقالها فيه حاجات كتير قفلة بظهر عندهم متحولات جديدة من كورونا وقفلوا مدن بأكملها والكلام ده كله ده غير يعني مشاكل النقل اللي كانت موجودة من السنة اللي فاتت الكلام ده ابتدى يتفك ويتزبط فده مؤشر تاني أن حركة التجارة هترتدي يتمشي تساؤل بقى هو عند البنك المركزي المصري هل أنت يعني الدنيا عندك مسيطرة تماما والدنيا سبتة عشان تقول أن هسابت الفايدة خلي بقى لك أنت دلوقتي بقى لأنك خلاص حررت سعر العملة والمفروض يعني تبقى لتقارير سندوق النقد والتقارير قبل تاني خلاص ده السعر الرسمي والسعر العادل والتانية مفتوحة للعرض والطلب فتماما فانت المفروض بيت بتمشي بقى على القاعد العالمية يعني أنه رفع سعر الفايدة من أي بنك مركزي هو بيقوي من كمية عملته وده السبب اللي خلنا البنوك المركزية في الخليج بتعمل بنفس النسبة للفيدرال الأمريكي بيعملها عشان عملته قدام الدولار تبقى سابتة يعني ما فيش تفسير تاني الفايدة يعني والدنيا هتمشي بسوا عايز كل حاجة تمشي بسلاسة فده وصده والدنيا بتخلص ده بحسب اللي أنا رايته ولنا فهمته عايزة لكن تزبيت الفايدة من البنك المركزي وصف خصوصا لتوقاعات ما كانتش بتتكنف ربع في المية ولص في المية وكلام ده كلهم الناس بتكنف واحد واحد ربع في المية زيادة فالتزبيت هو ده اللي كان مغالف لكل التوقاعات لكن يعني نتمنى الخير نتمنى الخير لكل الناس يعني نتمنى الخير لبلدنا والاقتصاد بتاعنا والاسعار وكل الكلام ده فلو فعلا نبدأ دنيا مستقرة في مصر خير وبركة يعني مش هنقول لا فاكرين من حالي ساعتين ومع انتشار التيك توك في مصر يعني كان فيه آآ قضية كده مفرقعة وكان الناس كتير بتتكلم عليها او هم قضيتين او كانوا بنتين بيتكلموا عليه وكان حنين حسام ومودل ادم فاكرين الاسمين دول وقد الادم دي من يومين كده او مبارح النيابة النقد يعني النيابة بتاعت محكمة النقد اندت توصية بانغاء حكم السجن اللي على مودة الادم وتكلموا كتير في التفاصيل بتاعت الحكم واللي كان مكتوب فيه واللي قالوا فيه صراحة انه مفيش حاجة ذكرة مخصوصة على الاضي اللي هيكت متهمة فيها هي الاتجار بالبشر مفيش حاجة مكتوبة على ده واني الفيديوهات في حد ذاتها تعتبر فيديوهات عادية فيش حاجة آآ تتعاقب عليها فاوسط بانغاء حكم السجن على مودة الادم وهنا نسأل تاني طب هو كان ايه المشكلة من الاول وازاي اصدت حكم عليها بخمس سنين ازا كان ما كانش فيه حاجة واضحة وصريحة طبقا يعني اللي كان ياب من النيابة بتاعت النقد دلوقتي ازا كان ما كانش فيه حاجة واضحة وصريحة طب ازا هتحكم عليها بخمس سنين ده حاجة الحاجة التانية طبعا النقد ده اخد مدة طويلة في حوالي سانتين تقريبا ودلوقتي هنفترض يا سيدي ان هي خرجت هل يعني هل هي نفسية هتعرف ان هي تعيش تاني وتتقبل فكرة يعني الساعتين دولك انهم محصلوش وتبتدي تعيش حياتها تاني وهل اصلا ان المجتمع هيتعامل معها ان هي فعلا شخصة بريء وانا هنا مش بلوق حد معين ان اذا بفترض افترض افترضاتنا بقول ان لو خرجت هي لسه مخرجتش بشكل اسميعا بس لو ده حصل هل فعلا الدنيا ممكن تمشي وممكن تكمل حياتها بشكل طبيعي حتى لو بعد فترة اعتقد ان احنا بكل احترامنا لأحكام القضاء ولكل القضاء في كل المحاكم اللي هم فيها اعتقد بس محتاجين نراجع الاجراءات والوقت اللي بتاخده اعتقد دي حاجة محتاجة تتراجع سوى بقى في الاول في يعني في الاحكام وفي الادلة والكلام ده كله في الشهود او في لما بيبقى فيه نقضة او طعن او اي ان كان الخطوة اللي بتكون بعد كده محتاجين بس نركز والوقت ده عادي في امان اللي هو بنقفل ازواء ونقول قال لك الحق الصين بتتجسس على امريكا ايه عام اللي حصل قال لك امريكا لقيت اه منطاد او بالون كبير يعني فوق الاراضي بتاعتها وقالوا ان ده بتاعتها جسس وهوب وهوب تبتاعة الصين وقصة تقربت وقال لك القوات الامريكية هتطلع تفارتكو ولازم نضمر البتاع ده وبعدين نرجعوا في كلامهم وامريكا مقلوبة بقى الهدومية الحرفية لنسبب الموضوع الصين بتقول ان ده بالون او منطاد هم مطلعينه عشان يعني يطلع الارتفاعات عالية مفيش منطاد لها قبل كده ليه ابحاث ليه علاقة بطبقات الغناف الجوي والجو وتقلبات المناخ والكلام ده كله وكسر مش هعرف رقم تسعة تلاف متر او حاجة زي كده من اه سطح الارض. امريكا من ناحية تانية بتقول ده منطاد اه تجسس واحنا على الارتفاع ده ممكن تكون الصين وصل لها معلومات كميرة احنا لازم ننخلص على الموضوع ده وبعدين رجوا شوية عن الموضوع قالوا هو بالارتفاع اللي هو فيه احنا لو فجرناه من الارتفاع ده مش متأكدين الحطام بتاعه هلقع فيه فترجعوا عن فجرة التفجير بتاع المنطاد وقالوا ان احنا هنفضل مرقبينه ونشوف الدنيا هيحصل فيه ايه. وهنا بقى تساؤلات من يعني من هنا للصبح يعني لو الصين فعلا مطلعه ليه اسباب بتاعت استكشاف الغلاف طيب ان الغلاف الجو يعني او الابحاث الجو اللي الموضوع ده ما غالنتش عنه قبل كده او محدش كان عارفه ودلوقتي طب ايه اللي وده امريكا او هو بعد كده هيروح فين يعني اللي هو هي رهلة استكشافية فاكيد لها بصور يعني طب هو بعد كده هيروح فين بالنسبة لامريكا هونتو ازاي محدش اكتشفه غير متأثر او اكتشف باللقين المجردة مش عارف حد كان بيصور اه كان الامر طالع الضغر فمش اعرف بيقلب الكاميرا لقيت بها يعني الصور الموجودة ويقال لنا هو يعني على السرعة اللي هو ماشي بيها ووقت ما اكتشفون هو كان بقاله فوق الاجوال الامريكية تقريبا خمس ايام او اكتر ففين بقى الرادارات واللي استطلاعات والمخابرات وكل الحباشتكنات دي ده برضو التسائل التاني وبايدن شخصيا هيروح من السؤال لما كان الكلام على انه يفجر المنطوض وكلام ده كله كان فضغر صحفي وحد من الصحفين سأله هو قد ده ظهر ومشي ما كملش الكصة ومحدش فاهم الدنيا ايه يعني في الوقت اللي كل الناس بتدي ادوبك لسه هتبتدي نفسها واضح ان السين وامريكا مش نويين جيبوها البر طبعا السين بتقول يا جماعة الموضوع بريء مفوش حاجة وامريكا مناها هتعنيها مسكة في قصة التجسس ويعني موضوع التجسس ده من ايام ترامب من ايام الحجاب بتاعة وغيره فرباني وصل وحادس اعرف الدنيا رايحة فينا لكن الوضوع الحالي او لحد ما ده جاهزت للحلقة يعني بشكل كبير جدا لدرجة ان هو كان الترند رقم واحد على تويتر في وقت من الوقت بس كده دي كده اكتر اخبار من اسبوع الفات على السوشيال ميديا المصادر كلها في ديسكريبشن على يوتيوب كومنتز مفتوح حي يوتيوب وانستكريم وفيسبوك واما جدا نتناقش طبيعيا اختلف لكن لازم دايما نختلفهم بعض لاعجباتكم الحلقة شايفكم حتى شوفكم ان شاء الله حتى من الجاية سلام